طيب هوب أريد أن أبدأ معك من نادي الزمالك إيه رأيك فيما يحدث في نادي الزمالك في الفترة الأخيرة تحديداً فيما يخص طريقة لعب أسوريو والشغل اللي بيعمل أسوريو وأداء اللاعبين وتعادلين في بداية الموسم سواء مع البرامنز أول مكون العرب طبعاً كريمًا الدنيا من الأخباطة جامد في نادي الزمالك فيش استقرار يعني طبعاً فيش استقرار إيدي ما فيش استقرار فني من أخوان كارلوس أسوريو اللي لسه مش مقتنع أن الأفكار اللي جاي طبقها مع نادي الزمالك هي مش وقتها تماماً الوقت ده هو وقت الأساسيات بالنسبة لنادي الزمالك خصوصاً كمان غير أنه ما عندهش قايمة كاملة وما قدرش يخش الانتقالات مع نادي الزمالك أنه هو يقدر يجيب الصفقات اللي كان بينادي بيها من أول ما تغلى إدارة الزمالك لا غير كده كمان أنه فيه غيابات للعناصر الأساسية وبالتالي أنه ده عمله مشكلة كبيرة جداً على مستوى الحالة الدفاعية قبل ما يبقى فيه يعني نشوف أنه فيه فعالية هجومية بالنسبة لنادي الزمالك أسوريو من أول ما جاء النادي الزمالك والجمهور بدأ يحس شوية أنه فيه حراك في الحتة الهجومية وكان موجود بعض العناصر الأساسية اللي كانت بتدي توازن شوية مشكلة أسوريو في المباراة اللي فاتت سواء مباراة أرتا سولار أو المباراة الأخيرة من الدوري الموسم اللي فات والبداية الدوري ده إن ما عندوش العناصر الأساسية اللي تخلق التوازن ده وبالتالي إنه هو اضطر إنه هو يعتمد على بعض العناصر اللي مش أساسية فبالتالي شفنا أن الزمالك دفاعياً بقى بيعاني بشكل كبير جداً وبقى بيصعب عليه المباراة فهجومية مش قادر حتى ينفذ الفكر اللي كان بدأ يبان البذرة بتاعته وسوريو من أول ما جاء الزمالك يا كريم وبدأ جمهور الزمالك يشوف أن فيه تحسن شوية على مستوى الفعالية الهجومية على مستوى وجود عناصر كتير في الملعب بتطبق الفكر الهجومي شفنا أن جوه منطقة الجزاء فيه تواجد من عدد كبير من اللعيبة خلق الدور جديد لفتوح في نص الملعب أن هو يبقى مسؤول عن صناعة اللعب واستلام الكرة من خط الدفاع كل دي كانت حاجات إيجابية بالنسبة لأسوريو حتى مع ممكن نتائج سلبية شوية في مباراة القمة قدام النادي الأهلي أو البطولة العربية والخروج المبكر كان جمهور الزمالك بدأ يحس شوية بشوية أنه ممكن يبقى فيه أمل لكن للأسف أسوريو مع الغيابات وبالأخص الغياب لفتوح وطبعا الغياب بتعزيزه في بطولة أفريقيا وفي أول مباراة في الدوري فرقوا كتير جدا في الثقة اللي كان بدأ شوية يبنيها أسوريو مع جمهور نادي الزمالك ورجع تاني لنقطة الصفر لازم أسوريو يعرف أن ده مش وقت تجارب ومش وقت أفكار مختلفة وفيها أدوار مركبة بالنسبة اللعيبة لازم يرجع للأساسيات وأخيرا قبل مع عمر يتكلم إيكاردو فورمسينو المدير الفني المودن فيوتشر فاهم ده كويس جدا بيرعب الأساسيات مشي أهم ثلاث لعيبة موجودين في فيوتشر الموسم اللي فات نتكلم على بوب ومهند لاشينو ومحمود مرعي لكن قادر أنه يخلي شكل الفريق حتى متماسك وحقق نتجتين جيدتين في أول مبارتين في الدوري وحقق ست نقطة